بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بهذا الفيديو الصغير همورجيكم طريقة إضافة السادلة أو حتى طلاب السادلة أو الأطباء أو طلاب الطب أو الممرضين أو طلاب التمريض أو حتى أطباء الأسنان وطلاب طب الأسنان لمجموعتنا الدوائية يلي كيبتهيها على آلاف من مختصي رعاية صحية فالخطوة الأولى هي أول شيء أن تكونوا موجودين ضمن الجروب فالجروب طبعنا اسمه مشروع التعليم السادراني الإلكتروني المستمر وهذا هو الرابط طبعه facebook.com slash groups slash pharmacy forever طيب هلأ بالنسبة لطريقة الإضافة هي بتكون هنا تكون موجودين فمثلا لنقول نحن نضيف هالشخص أو هالشخص هذا فالإضافة هون بتكون كتير سهلة أو مثلا نحن نبحث عن الشخص اللي هو طبيبي فعلا يعني نحن بدنا المجموعة تكون حاوية على أكبر عدد ممكن من مختصير رعاية صحية لحتى نتبادل الخبرات والأسئلة والأجوبات فمثلا نقول ونجرب الأحرف اللي عنا مثلا تمام مثلا في عنا هون مجموعة من السادلة في منهم already member فما بينضافوا معنا حتى لو نحن جربنا نضيف فما حينضافوا تمام إذا بيطلعنا هاد الشخص موجود بالأصل كسيدلاني أو طبيب موجود معنا بالجروب أما بقية الأشخاص هنن بيكونوا مثل ما الكن شايفين يعني مثلا هون هنجرب لأنه أنا عندي كتير من السادلة أوكي مثل ما الكن شايفين already member فننضيف أي شخص بنضغط على اسمه وبعدين بنضغط ضغطه واحدة بالماوس فبينضاف معنا نحن أرجيكم كمان مثلا نحن نضل عم نبحث بالأحرف حتى نشوف إذا أصدقائنا موجودين ولا مالا موجودين تمام مثلا هنضيف الشخص هاد أو هنضيف الشخص هاد لأنه ما في علامة أنه already member فمنضيفه طيب أوكي نحن أحيانا في أشخاص ما بينضافوا معنا ف مو مشكلة بس متل ما قلت لكم أنه يكون الشخص طبيب أو سيدلاني أو ممرض أو حتى طبيب أسنان أو حتى طلاب الطب أو سيدلي أو التمريض حتى تبادل الخبرات ويكون في عنا أسئلة أكتر وإجابات أكتر وأكتر هلا نحن عنا يلي بيضيف عشر سعاد لأطباء أو مثلا أي مختص رعاية صحية ثاني من أي دولة عربية طبعا وحتى اللي موجودين خارج الدول العربية فطبعا هو عاملين نحن مثل الانسنتيف أو أنه الشخص بقدر يتابع الحلقات الصوتية طبعا أن البروفيشنال اللي احنا عاملينا أبل سنة أو حتى أبل سنتين مثلا أن كانت بالفارماسي بريكتس أو بالكلينيك الفارماسي كحلقات صوتية أو حتى بعض الفيديوز ففيكن أنتو يعني تقدرو تحملوها وتسمعوها بأي وقت بأي مكان كمان في عنا مثل فيديوز أصيرة كمان كنا عاملينا فهذا الشيء بتعتمد على قديش حدد المختصير الرعاية صحية حصرا دي الى اللي عم ينضافوا إذا كان شخص مو مختص رعاية صحية فطبعا الانسنتيف أو الهاتف هذا ما هيكون مخصص لليكن لازم تتأكدوا أنه فعلا هذا الشخص طبيب أو مختص رعاية صحية إذا كان مسلا عشرين شخص ففيكنتو حصلوا لأنتو على كل حلقات الـ community pharmacy أو حتى البرنامج الـ OTC أو حتى برنامج سيدرر بالممارسة السيدلانية يعني كلاتها هي حلقات في كثير من المعلومات الموسوقة وبنفس الوقت طريقة عرضها ممتع حتى في عنا نحن برنامج صوتي يحوي على أكثر من 700 سؤال دوائي ومع جوبتهم طبعاً طبعاً الحلقات كلاتها موسوقة ومثل ما أن هذا الشيء يعتمد على تفاعلكم بالنهاية إضافة عشرة غير إضافة عشرين غير إضافة ثلاثين غير إضافة خمس أشخاص ومعرفة نصادلة أو مختصية رعاية صحية إضافة كثير سهلة عندما تكونوا موجودين بالغروب تضغطوا هنا وبعدين تشوفوا مي موجود ومي مال موجود مثلاً لو رفئك مثلاً أو صديقك سيدلاني أو طبيب اسموا بحرف الألف مثلاً أو التاع مثلاً نقول بس أنا أغلبهم عندي موجودين بالغروب كأصدقاء يعني إذاً أنتم تشوفوا مثلاً هذا الشخص طبيب فضفته أنا ناصر مثلاً تم إضافته أو أي شخص ثاني إذاً الطريقة جداً سهلة وهيك أنا بكون ضفت شخص واحد لو عدت عشر مرات أو لو شفت أنا مي الأصدقاء اللي هن عندي أنا كمان بضيفهم بسهولة وبالحالة هاي طبعاً بيطلع عنا إن كل شخص يعني قديش عدد الإصادلة أو الأطباء اللي هن نضافهم ونحن بعد ما نتأكد عن هذا الشي هنبعث لكم الانسنتيف هاد وكمان حتى نبعث لكم طريقة لدخول للفارمس إدوكاني file أو حتى للنمارئة المرئية وفيكم أنتو تطوروا معلومات كون دائمين معنا بصورة مستمرة أكي؟ لأنه لم يكن كل شي موجود على الفيسبوك سواء كان نجروب أو حتى صفحة هو كل شي لأ نحن موجودين كمان خارج الفيسبوك بموقع تاني وفي كتير من المواد التعليمية التانية بشكل مكسف اللي حابه هو يطور معلماته الدوائية بشكل أكتر فلازم يكونوا تفاعل معنا لحتى يعني توصل معلمات الدوائية الأكبر شريحة صحية موجودة سواء كان في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي وما تنسوا تضيفوا رفعاتكم السلام